تترقب السياسة في اليمن الاجتماع الثاني لمجلس الامن الدولي عقب انتهاء الهدنة الانسانية مطلع اكتوبر الماضي في ظل تعقيدات سياسية واخرى عسكرية لم تسمح لكافة الجهود باحراز اي تقدم في مسار احلال تسوية ترضي طرفي الشرعية والحوثيين قد يفتح مجلس الامن الدولي في جلسته العلانية عدد من ملفات التوصل الى وعود من الاطراف والصعراض لجهود يقول سياسيون انها غير واقعية وتدخل في اطار اللعب بكرود السلام في مقابل الحرب لكن التصعيد العسكرية في اليمن هو الخيار الاقرب لفرقاء السياسة وما بين شرعنة التصعيد العسكري ومحاولة وضعه كمعرقل في تجديد الهدنة الانسانية يرى الحوثيون بان قصفهم لموانئ المناطق المحررة عدالة بان يتم تقسيم عائدات الثروة النفطية بين الشمال والجنوب وهو ما تراه الشرعية في ذات الوقت تماديا على كافة المرجعيات السياسية في ظل تعاطف مع المبدأ بشكل نعم من مبعوث الامم المتحدة التعاطف الاممي يرى محللون بانه سيظهر في جلسة الثلاثاء المقبل داخل مجلس الامن الدولي من خلال القاء جروندبرغ مصفوفة حلول مالية لآلية ما يسمى صرف المرتبات وهو الامر الذي يراه محللون مكسبة جديدا للحوثيين استطاعوا من خلال الضغط العسكري التأثير على قرار الشرعية اليمنية وفي حين يصيم البعض الشرعية اليمنية كطرف المعادلة الأسهل تقول مصادر عسكرية بأن الشرعية قد عقدت اتفاقات عسكرية مع أمريكا وبريطانيا وفرنسا لمناقشة دعم قوات موالية لها بالمعدات والأجهزة المتطورة لحماية موانئها وإجراء عملية تدريب واسعة عليها من أجل تنفيذ عمليات حماية من الهجمات الحوثية وفي حين يظهر على السطح تبادل للضغوط العسكرية بشكل ناعم بين الشرعية والحوثيين يقول مراقبون بأن الوضع الإنساني في اليمن ووصول البلد إلى حالة عدام غذائي هو المهيمن حاليا على قرار أعادة الهدنة وتمديدها بنسخة ستة أشهر بضغط دولي واسع